السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأتكلم ما بدأنا فيه في المحاضرة الماضية وقفنا عند موضوع البيبتيدو غلايكان في الـ و الـ ، اتفقنا أن البيبتيدو غلايكان هي طبقة ساميكة في الـ وطبقة رفيعة في الـ هذا الاشياء بميز واتفقنا أن هذا الحكي بساعدني عندما اختار الـ طيب ، فقط نعيد الكلام بشكل نظري اتفقنا أن الـ سيكون عندها thick and the peptidoglycan layer constitutes almost 95% of the cell wall اتفقنا يا دكاترا أنه تقريبا 95% من السل وال معظمه جاي عبارة عن إيش جاي عبارة عن عفوا هاي السل وال لاحظ أنه تقريبا 95% منه هو مكوّن من peptidoglycan مني جرامبوزاتي في بكتيريا فيياتها إشي اسمه تايكويك أسد هلأ التايكويك أسد هايو بتلاقوه بين النام والناج بتلاقي فيه هيك إشي لاحظوا طبعا هذا الحكي كلها تلاحظوه بالاكتشافات يعني كانوا بالمختبر والله لاقوا أنه فيه إشي أسد هيك موجود راحوا سموه تايكويك أسد هلأ هذا التايكويك أسد مكوّن من إيش مكوّن من إشي اسمه الريبيتول or لغريسارول يعني يا بيكون هاد يا بيكون هاد كومبليكس with sugar residue انترسپيرست with peptidoglycan يعني بيكون بين الببتيدو غلايكام شايفينه هايو التايكويك أسد هايو بين الببتيدو غلايكام إلا عن هذا التايكويك أسد لاحظوا إنه إلو لاحظوا إنه إلو وظائف إيش هي هاي الوظائف قل لك attachment and antigenic function هلأ كيف نحرف إنه والله هذا الليبور التايكويك أسد أو عفوا التايكويك أسد بيعمل attachment وبيعمل اللي هو antigenic function هلأ بدي إياك لتذكر لي إنه تايكويك أسد زي كاني بيحكي لك كلمة تايكويك أسد بيعمل تايكويك أسد زي كانوا بيعمل تايكويك أسد يعني مركبات داخل هيك في بعض يعني تايت يعني رباط عتيق أوكي يعني لما نيجي نحكي التايكويك أسد يعرف لي إنه هذا بيعمل تايت كومبلكس مع مين؟ مع شغلات مو بيحكي لك التاشمن مع نحدد لك مع شو تمام؟ ويعرف لي إنه إلو علاقة بالantigenic function هلأ دائما يا دكاترا لما يحكي لك كلمة antigenic function إيش بيكون قصده؟ بيكون قصده إنه جهاز المناعة وهذا الحكي رح نحكي عنه أظن بمادة الفاينال حسب ترتيب مادتكم جهاز المناعة بيطلع antibodies على التايكويك أسد أوكي فدائما نتذكر لي إن التايكويك أسد بيعمل تايت كومبلكس مع مين؟ مع شغلات زي مثلا الجهاز المناعة زي مثلا ممكن الأنتيبيوتكس وهكذا أوكي هلأ ممكن يكون مش تايكويك أسد ممكن يكون ليبو تايكويك أسد شو ضاف لك عليها؟ ضاف لك كلمة ليبو شو يعني ليبو؟ يعني ليبتز أوكي فممكن يكون إيش ممكن يكون معا شوية ليبتز سايفين كيف؟ ليبو تايكويك أسد لو أين واصل؟ واصل ل الفوسفو ليبت باي لير أوكي فمما بيكون تايكويك أسد أو بيكون ليبو تايكويك أسد هلأ بس هاي إنه دك تعرف لي إنه هو مكون من الريبيتول أو اليجليسيرول فوسفيت كومبلكس وذ شغر ريزيديوز تمام يا دكاتر هذا هو التايكويك أسد طبعا موجود وين؟ مليجرام بوزيتيف سلول ما رح نلاقي مليجرام نيجاتيف سلول واضح؟ طيب بالنسبة للمليجرام نيجاتيف سلول البيبتيدو غلايكان is thin constitutes حكينا البيبتيدو غلايكان هو thin طبعا يعني إحنا ما في داع نروح أملف الخربيش خلاص لأنه إحنا حكينا إنه ذاك ثك وهذا thin إحنا لبس من نقرأ الإش النظري ونحفظه فهو حكينا thin البيبتيدو غلايكان طالع كيف؟ أحنا هنا الاختلاف هلأ في عندي بالجرام نيجاتيف لجرام نيجاتيف في عندها إشي اسمه الأوتر منبرين الأوتر منبرين يا دكاترا هو إشي موجود فقط بالجرام نيجاتيف متفقين وش موجود بالجرام بوزيتيف طب كيف في الدكاكة ظلك متخيل لي ياها ظلك متخيل إنه لجرام بوزيتيف عندها كثير ببتيدو غلايكان فما في وسائع نحط آوتر منبرين الجرام نيجاتيف ما عندها كثير ببتيدو غلايكان فلازم نعب الفراغ بإشي الإشي هذا هو عبارة عن آوتر منبرين من إيش بيتكون الأوتر منبرين؟ الآوتر منبرين يا دكاترا بيتكون من إينر لير وأوتر لير تمام الآن الإنر لير هاي عبارة عن إيش عبارة عن فوسفوليبنز طيب الآوتر لير اللي طالع كيف أنا أقسمها زي خطوط الآوتر لير هاي عبارة عن لايبوبوليساكرايد 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 هذا هو الآوتر ممبرين موجود باليجرام بوزيتف مش موجود باليجرام بوزيتف طيب هذا اللايبوبوليساكرايد أو اللي هي الآوتر لير بحكي لك شايف هاي المنطقة هاي المنطقة إنسان الفوسفوليبنز اتفقنا عليها اللايبوبوليساكرايد لهاي المنطقة تتكون من ثلاث شغلات اللايبوبوليساكرايد هاي اللايبوبوليساكرايد تتكون من ثلاث شغلات أول شغلة من برة إشي بنسميه لبيد إيه تحتي بتلاقي إشي اسمه core polysaccharide تحتي بتلاقي إشي اسمه O-antigen وهلأ بحفظك إياهم بسهولة هلأ limit A هو toxic effect بالتفقيل core polysaccharide بنسمه core يعني ما إلو هالوظيفة الكبيرة أو الاشي اللي لازم تكونوا عارفينه O-antigen هلأ كلمة antigen ما مرت علينا لأنه إحنا لسه ما درسنا الإميونو فبس هيك يعني أعرف لي إياها بشكل عام أو أعرف الفنكشن تبعتها فمدام حكينا كلمة antigen إذن إلها anti-genic borobilities بتشبه مين بتشبه tycoic acid polygram positive ذكر لي tight complex متفقين طيب كيف بدي أحفظها هلأ اعرف لي أول إشي أنه أنت بالأوتر منبرين أنت خلص يعني أول شيء لو بدي أتطلع على legram positive أول إشي رح أشوفه إيش هو رح أشوف الليبد A من بره فالليبد A من اسمه A أوكي فهو أول إشي موجود من بره طيب كيف بدي أعرف أنه إلو toxic effect هلأ الطلاب اللي بيجيبوا A بالمادة إلهم toxic effect على الطلاب الثانين برفعوا الأفريج كثير فالليبد A إلو toxic effect وهو A لأنه موجود بره أول شيء طيب هلأ بالنسبة ل O antigen الantigenic properties أعتبره خلص عرفوها أنه O يعني هي صلاحة لو كانت مثلا D ولا C بحكي لكم والله ممكن نحكي والله مثلا A قدام و D و C وراء لا خلينا نحكي أنه مثلا الو antigen إلو antigenic properties و موجود وراء بس هيك يعرف لي إياها الكور polysaccharide سهل نحفظها الكور إشي موجود بالنص الكور polysaccharide واضح يا جماعة الخير مفهوم إن شاء الله فدائما الطلاب اللي بيجيبين إيه هذول إلهم toxic effect شايفين كيف بس الطلاب بيجيبوا إيه بيزعلوا بنا بس عشان نحفظها أحكي لكم شغلات هبلة بس والله بالامتحان كثير مفيدة بتكون طيب خلينا أروح أقرأ عن غرام negative cell wall هلأ إلو حكينا outer membrane مش موجود بالغرام positive عبارة عن إيه عبارة عن two layers of lipids ال inner layer حكينا هي عبارة عن phospholipids حكينا عنها واتفقنا عليها هلأ في عندي outer layer ال outer layer هي عبارة عن lipopolysaccharides الليبopolysaccharides consists of three regions أول واحدة لبد إيه إلها toxic effect هاي اللي بد إيه إذا بتكون منشوفوها هاي إلها toxic effect هلأ في عندي بعدين الكور polysaccharides تمام الكور طبعا مش مطلوب منكم بس مقسوم لقسمين inner core و outer core بعدين بتلاقي O-antigen O-antigen هو عبارة إلو antigenic properties وهذا رح نحكي عنه بالإميون بشكل إيش بشكل كامل هلأ بحكي لك outer layer اللعب polysaccharides endotoxins causes أو causing endotoxic shock موضح هذا الشيء أو إنه شو اللي لازم تكونوا عارفينه بس أهم إيشي إنه بتعرف لي إنها بتسوي بتطلع toxic effect فهي ممكن تسوي toxic shock شو هو toxic shock بصراحة موضوع كبير ما بدي أفود فيه لأنه مش مطلوب منكم تمام يا دكاترة يعني مش موجودة بالgram positive هذا الشيء لازم تكونوا عارفين إنه فقط موجود بالgram negative هلأ الgram negative كونه عندها outer membrane إلو advantages صح؟ إيش هي advantages إيش منطقي موجود بره زي ما اتفقنا دائماً أي شيء موجود بره إلو protection effect فهو بيعمل protection اللي بيبتدوا قلاي كان from effect of lysozymes lysozymes لما أحكيها بديش أروح الحربيش خليناها هون لما أحكي كلمة lysozymes هاي lyso 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 zayn lysozyme zayn يعني إنزايم lyso بيعمل إيشي اسمه lyses lyses يعني تحليل هلأ بمجرد ما البكتيريا توكلها خلايا الجسم بيروح اللايسو zayn اللي هم عبارة عن يعني بيحكي لك defenses substance و بيأكلوها طب كيف طريقة الأكل بيحكي لك شايف النام أو النامة والناق هذولة الثنين يا ذاكاترا اللي بيصير إنه بيقسموا هاي الرابطة اللي بيناتهم طب إذا إنت قسمت الرابطة اللي بيناتهم إنت دمرت الببتيدو غلايكان طيب إنت دمرت الببتيدو غلايكان إنت دمرت السلول دمرت السلول يساوي إنت قتلت البكتيريا بالتفقيل هذولة هم اللايزو زايم فمين اللي بيحمي 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 من هذا الكلام هو الأوتر إيش ممبرين وهو حكي يعني إشي منطقي أوتر ممبرين إشي موجود طلع مكان يعني دارك بتذكر مكان الأوتر ممبرين وهي البتيدو غلايكان طيب أجل لايزوزاين بدو يوكل البتيدو غلايكان من اللي بيحميه بوقف قدامه الأوتر ممبرين فهو بس إشي سهل لو نتذكر إحنا وين مكان الأوتر ممبرين It impedes تعيق ترجمتها بالعربي The entry of many antibiotics إشي منطقي يعني برضو كان High protection فتعيق دخول الانتيبيوتكس على الخلية Trans-membrane proteins موجود برضو بالسيلول التبع الجرام ما نيجاتف برضو هو من الأدفانتج تبع الأوتر ممبرين Trans-membrane protein بورينز دم تسمع كلمة بورينز بيعمل كلمة بورز اللي هي زي فاجوات بروتينز for selective permeability integral protein that help يعني هذو اللي هم عبارة عن Trans-membrane proteins موجودين بالسيلول تبع الجرام نيجاتف لموضوع الpermeability من يدخل مما يدخل عن إشي معروف وواضح ما في داعي إنه إحنا نخوض بتفاصيله هلأ هذا هو الجرام نيجاتف سيلول لايبو بوليساكرايد تحديدا اللايبو بوليساكرايد حكينا إنه أنا رح يكون في عندي طبعا الاي انتجن أو عفوا الليبت اي مش مبين أول شي لازم يكون في عندي الليبت اي بعدين بتلاقي في عندك الكور بوليساكرايد وفي عندنا الأو أنتجن هذا هو أو عفوا هو أنا موجود بس بالعكس الليبت اي بعدين بتلاقي الكور بوليساكرايد بعدين بتلاقي الأو أنتجن الليبت اي كل dedicنا حفظين إنه صار له إلى توكسيك effect الكور بوليساكرايد هو كور مع الوظيفة الأو أنتجن من اسمه أنتجن فهو إلو عراقة بالأنتيجينك بروبيريتيز بتفقين يا دكاترا بتفقين إن شاء الله طيب أنا حكيت معلومات كثير بس مبدي بامتحان تعطيني الجواب بشكل سريع في نيمونيك بيساعدك إنه اسمه Long BBT Long BBT هلأ لما BBT اللي هو الباور بوينت باور بوينت بريزنتيشن هلأ لما تسمع Long BBT لما تسمع محاضرة طويلة هذا الإشي سيء بالنسبي لك ف Long Long هي لليجرام نيجاتيف ال BBT للبوزيتيف وتحسيك نفس الإشي BBT هاي لا البوزيتيف طيب يعني الجرام نيجاتيف السلوول تبعها فياته لايبو بوليساكرايد فياته الأوتر منبرين هذه هي الجرام نيجاتيف الجرام بوزيتيف فياتها بابتدو غلايكان وهو ثيك زي ما اتفقنا وفيها التايكويك أسيد متفقين يا دكاترا هيك إن شاء الله إحنا بنكون خلصنا السلوول تبع الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف تمام طيب هلا في عندي موضوع الستينينج اللي هو الصبغات احنا حكينا في أن عالم اسمه جرام صبغ البكتيريا لاحظ وجود بكتيريا بتصبغ بلون أزرق أو اللي هو الفايولت وسماها جرام بوزيتيف لأنها أخذت الصبغة تبعته في بكتيريا ما أخذت الصبغة فصار لونها بينك فسماها انتجلها انتجرام نيجاتيف تمام طيب لاحظ أنه في بكتيريات ثانية ما بتصبغ فشو حكي سماها؟ سماها هاي البكتيريا اللي ما بتصبغ مثلا زي المايكو بكتيريام صح؟ هلأ هاي المايكو بكتيريام حكينا كلمة ماكو مايكو 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 ما أخذت صبغة ويعني ما أخذت الصبغة اللي هي طبعت الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف فما صبغت زيهم تمام؟ راح صبرهم بشغلة ثانية سماها الزيل نيلسن ستين زيل نيلسن ستين اللي هي نفسها اسمها الأسد فاست ستين هلأ ليش سموها أسد؟ كانت الدكتورة طالبية هالسن الماضية عفوا ليش سموها أسد فاست؟ كانت الدكتورة طربيتها السن الماضية ولكن الدكتورة السنية ليست متطرقة لها كثير فلا يوجد داعي ان تكونوا عارفينها او لا يوجد داعي ان نتحدث لماذا نسموها اسد فاست ستين دعونا نقرأ بعض بكتيريا هم كثيراً 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 لكن ستين بورلي لأنهم لديون سل الممبرين ما يعني سل الممبرين؟ يعني سل الممبرين و سيتو بلازميك ممبرين وهي ممتع في هيدروفوبيك لبيد مايكوليك أسد لاحظ انه في عندي بعض انواع الجرانب بوزتيف تصبغ بورلي اما بتصبغ لأنه لاحظ انه في بالسل وال تبعها في عندها اشهي اسمه مايكوليك أسد مايكوليك أسد وسهل نتذكرها ليش لأنه نفسها مايكوبكتيريام مايكوبكتيريام مايكوليك أسد عشان يخص marin realized owns my electronic acid لأنه عبارة عن بكتيريا عندها بالسل الفلامة تبعها اشهي اسمه مايكوليك أسد هلأ هاي بإيش صبغت صبغت بصبغة اسمها زيل نيلسن إيش ستين تمام واللي هو نفسه الأسد فاست ستين زي مثال عليها يا جماعة إيش اسمه المايكوباكتيريام تيوبركيلوس اللي هو التامة المرض السل اللي كل آياتكم مطعمين طلع على كتفك الشمال بتلاقي إنه فيه هيك نقطة هاي باكتيريا اسمها المايكوباكتيريام تيوبركيلوس تمام يا دكاترا أوكي طيب هلأ هاي الأسد فاست ستين هيا صايفينها كيف تصبغ اوكي اللي هي لفس الزيل نيلسن ستين سم باكتيريا كانت بيستين بكوز داي آر انترا سليولر يعني داخل الخلايا بتكون موجودة ما بتقدر منه تصبغها لما تصبغ ما بتصبغ تمام زي مين زي الكلاميديا وركتيساي أو ركتيسياي اوكي هذا طبعا للجمع يعني تبعهم طيب كيف نحفظ انه هدولا انترا سليولر هلأ انتم يعني موضوع الباكتيريا انه كل باكتيريا شو هي بالزبط هذا موضوع خاص يعني رح ناخده كمان كم محاضرة بعد الانتيبيوتكس في نهاية مادة المد رح ناخد كل باكتيريا وشو الخصائص تبعتها بس هنا الدكتور بتتطرق لأمثلة بس عشان لانه لازم تتطرق لأمثلة عشان تعرف انه والله في هنا باكتيريات زي هيك في هنا باكتيريات زي هيك بس هاي يعني أنا بحط لكم شغلات عشان نساعدكم للحفظ مش هدولا انتراسليولر أول حرف بكلمة سليولر سليولر أول حرف وآخر حرف أول حرف هو الكلاميديا فسليولر ثاني حرف اللي هو الريكتساي اللي هو الار تمام يا دكاتور أوكي طبعا دير بالك بدون انت لما بدك تيجي تحط اشي للحفظ ما بزبط تحط اشي صعب تربطه يعني هنا مثلا ما كي لك كلمة مين من البكتيريات انتراسليولر مباشرة بتتذكر كلمة سليولر كلمة بطيخة يكون قصدك فيها كلمة بطيخة كذلك تذكر كلمة بطيخة نحن دخلنا بالأكسيسوريز كمبوننس كنا نحكي كنا نحكي لدي شغلات أكسيسوريز الشغلات الأسنشل حكيناهم باكم بكل البكتيريا وبدون ها البكتيريا تموت كنا شغلات أكسيسوريزomat ليست بكل البكتيريا وبدون ها البكتيريا تعيش زي ايش يا معادي يابد لنا بدأ بدي أحد أحكي عنه في أ العدا للغرض هلأ هاي الشغلات الأكسسوريز أول إشي بدي أبلش أحكي عنه الكابسول هلأ لما نحكي كلمة كابسول يمكن بخطر عباني كلمة كابسولات الدواء صح؟ هلأ كابسولات الدواء لما بدك تيجي تشربها لازم تشرب معاها مي صح؟ فالكابسول يا دكاترا مكونة من ووتر تمام؟ مكونة بشكل أساسي من ووتر حتى إنه إحنا نكون متذكرينها طيب هلأ بحكي لك شايف هذا الووتر مرشوش عليه شوية سوليد ماتيريال ففيها تووتر زائد شوية سوليد كونتنس تمام؟ طيب هلأ هاي الكابسول إيش وظيفتها؟ وظيفة الكابسول بشكل عام هي نفس وظيفة الكابسول تبعة الكابسولات اللي إحنا بنشربها كابسول يعني إشي تغليف إشي بيحمي تمام؟ فلما نحكي الوظيفة تبعة الكابسول هذه يا دكاترا إلها بروتيكشن بروتيكشن إفكت مش موجودة بكل البكتيريا ولو ما كانت موجودة عادي ما بتموت البكتيريا فإلها بروتيكشن إفكت بروتيكشن أغانست أغانست الليتيك أكشن هيك الدكتورة بتحكي لكم الليتيك أكشن بحكينا الليتيك من كلمة لايسز من اللايزوزايمز أوكي الليتيك أكشن ومن الفاقوسيتوسز أو اللي هم أوكي الفاقوسيتوسز انتوا لسه مش ماخدين ميونولوجي فهالي المصطلحات يمكن شوي جديدة عليكم لكن بحاول أوضحها قد ما بقدر الليتيك أكشن اتفقنا شو معنا؟ الفاقوسيتوسز اللي هو الابتلاع الخلوي أوكي فيه شغلة موجودة بجهاز المناعة اسمها الماكروفاجز الماكروفاجز بتكون ماشية زي هيك لقت بكتيريا شو بتسوي فيها؟ بتبتلعها تسموها فاقوسيتوسز اللي هو بتتوجيه الخلايا الأكولة الكبيرة ماكروفاجز أوكي طيب اللي ها وظيفة ثانية غير البروتيكشن يس اللي ها وظيفة ثانية اللي هو يا دكاترا الأدهيرنز إيش يسموه؟ الأدهيرنز إيش هذا الأدهيرنز؟ أدهيرنز يعني إشي بلزق يعني تحسها بتلزق بإشي هلأ أي بكتيريا عشان تعمل إنفكشن تمام؟ وتدخل وتعمل إنفكشن بالجسم أول إشي لازم تعمله إيش هو؟ لازم إنه تعمل أدهيرنز لازم تلزق بخلية تلزق بإشي بأورغن معين بالجسم فهي أول إشي أول ستيب بالإنفكشن هي الأدهيرنز فبس مننا نكون عارفين هاي المعلومة الكابسول إذن إلها بروتيكشن وإلها أدهيرنز والثنتين منطقيات الإشي الثالث إلها أنتيجينك بروبيريتز حكينا شو يعني أنتيجينك؟ يعني ممكن جهاز المناعة ماشي؟ يطلع أنتيجينز أو يطلع أنتيباديز على هاي البكتيريا تمام؟ طبعا لاحظ أنه إشي منطقي الأنتيجينك والأدهيرنز والبروتكشن فالكابسول يا دكاترا هي مكونة من ووتر تمام؟ فيها أعاها شوية سوليد متيري وظائفها بروتيكشن أجينست لتك أكشن والفاقوس سايتوز لها وظائف أخرى يس زي الأدهيرنز اللي هو إلها أول خطوة بالإنفكشن الإشي الثاني اللي هو أنتيجينك بروبيريتز أنتيجينك اللي هو إشي في جهاز البناعة واضح يا دكاترا؟ طيب هلأ بيحكي لك في عندي آخر إشي الكابسول هيك نوت على جلب إيش هاي النوت بتحكي لك؟ بتحكي لك في عندي إشي يسمو إكويلنغ أو إكويلنغ ري أكشن أوكي إكويلنغ ري أكشن إيش هاذا الإكويلنغ ري أكشن هلأ مرات مرات بدهم يعملوا بدهم يعرفوا مين هاي البكتيريا ترى دير بالك مرات بيجيك المريض عنده إنفكشن وكذا بس إحنا مو عارفين إيش هي البكتيريا فعشان نعرف هاي البكتيريا تبعته باجي باخد عين الدم منه تمام؟ هلأ عينة الدم هاي أوكي باجي بحط عليها شغلات معينة إذا صار تفاعل بعرف شو هي البكتيريا لكن إذا ما صار تفاعل بعرف إنه مش هاي مثلا البكتيريا اللي أنا في بالي فهذا هو الكوين لانج رياكشن أو هاي فكرة الرياكشنات اللي موجودة في كل مادة المايكرو أوكي فإله علاقة بلكوين لانج رياكشن اللي هو الكابسول مرات اللي أنا باجي بعطي إيش اسمه أنتي سيرم أوكي أنتي سيرم بعطيهم أغينست أغينست الكابسولر بولي ساكرايد تمام؟ إيش هم الكابسولر بولي ساكرايد هم بعبارة عن شايفين هذول السولد ماتيريال زي هذي شغلات تسبح بالكابسول شغلات موجودة على الكابسول فأنا باجي بعطي إيشي أغينست هاي الشغلات اللي موجودة على الكابسول إذا صار في عندي رياكشن بحكي أنه هذا الرياكشن بوزيتف طبعا هذا الرياكشن بوزيتف الكابسول هاي موجودة ببعض أنواع البكتيريا فبفهم أنه هذا الزنم عنده بكتيريا فلانية والله إذا ما صار في عندي رياكشن بفهم أنه هذا الزنم ما عنده هاي البكتيريا لأنه ما في عنده كابسول واضح يا ذكاتة مفهوم إن شاء الله طيب صراحة الكويلانج رياكشن حاولت لقيله طريقة أنه تربطوها مع الكابسول فما لقيت فإذا لقيت طريقة أنه تبصموها الكويلانج رياكشن إلو علاقة بالكابسول البوليساكرايد يعني بيكون كثير كويس وأنا إذا لقيت إن شاء الله بحطي لكم إما على التعليقات أو بحطي لكم إياها ببعت لكم إياها بريكورد إن شاء الله طيب نرجع على الكابسول إذا الكابسول كونسيست لارجلي وفوتر ذكر لي الكابسول تبعت ها بنشربها مع مي في عليها رشة سوليدز هلا هذا السوليدز بالعادي بيكون إيش بوليساكرايد ذكر لي كلمة كابسولر بوليساكرايد ليش عشان القويلانج الرياج إن some bacteria إ semain constituent إز بوليبابساكرايد ممكن يكون إيش مش بوليساكرايد ممكن ي Application Bacillus بوليبتايد وليس بوليساكرايد ممكن تمام فعال نمكن من من ههدول الكابسول مكوا من بوليبتايد إذا قلك من بوليبتايد بدور على البي اللي هي الباسلس وليس أي بكتيريا ثانية إلها إيش الكابسول إلها وظائف إلها protection against what against الليتك ري اكشن و against الفاغو سايتوسيز تمام إنسى كلمة الكومبليمنت الكومبليمنت هذا إشي رح نحكي عنه بالإميونو إذا بدي أشرح لك هي هسا مش رح تفهم علي الأدهيرنس كان لازم البكتيريا تلزق هذا هو أول خطوة بالإنفكشن ومنطق لأن الكابسول هيك من بره بتكون تمام اللي هو جهاز المناعة بيطلع أشياء against هاي البكتيريا هنا كاتب لك vaccines streptococcus pneumonia هاي البكتيريا اللي بتعمل التهاب الرؤوي اللي هو النيمونيا التهاب في الرئة هذا مع كلمة نيمونيا فممكن نحن نطلع vaccines لأن هاي الكابسول مثلا موجودة في streptococcus pneumonia عندها كابسول تمام فأنا ممكن أصنع vaccines مطعوم على streptococcus pneumonia ترى البكتيريا اللي إلها كابسول مجموعة بكلمة shines مش مطلوب منكم بس يعني عشان تكونوا عارفينها لما streptococcus pneumonia همو فيلس انفلونزا وبكتيريا يسميها نايسيريا من نجيديتيز بس يعني مش كثير مهم تكونوا حافظينه لأنه الدكتورة مش حطيته باختصار تمام هلا useful for diagnosis حكينا مرات مو عارش شو هي البكتيريا فعشان أشخص باجي أبعون اشي اسمه كويل لنج ري اكشن اللي هو بجيب سيروم من الباشنت وبعمل anti serum against من الكابسولار بوليساكرايد الكابسولار بوليساكرايد في معلومة كمان هي كرار على الهامش الكابسوليا دكاترا في مرات مرضى بنشللهم سبليم هلا المريض اللي بتشلله سبليم لازم تعطي فاكسينز against هدول الشاينز طيب عنا اشي ثاني موجود يس في عنا اشي ثاني موجود كأكسيسوريز اشي اسمه glycocalyx glycocalyx لما احكي لك كلمة glyco بخطر في بالك اشي زي الغلوكوز زي اشي سكر زي اشي بيدبك صح فهو عبارة يس هو عبارة عن سكر تمام عامل كوت للسيرفس تبع البكتيريا طيب ايش الفرق بين glycocalyx والكابسول طيب و الثنين عاملين اشي glycocalyx موجود extracellularly اكثر إكسترا cellularly تمام إكسترا cellularly اكثر من الكابسول إذن glycocalyx هو موجود extracellularly إذن نحكي glycocalyx والكابسول glycocalyx بيكون زي ما انا اسمه الكابسول بتكون هكي لجوه تمام يده كاترة glycocalyx هو اشي براني مدام سكر بتحس ايش بتحس زي اشي مدبك بايش وظيفته حتحس اكثر اشي يس adherence هاي هي وظيفة glycocalyx بيساعد بالadherence بس هاد الاشي بدك كون عارف ليا عنه glycocalyx extracellularly اتذكر لي انه glycocalyx موجود extracellularly إذا بنلقار بالكابسول ممتاز نروح نقرأ هو عبارة عن polysaccharide سكر code similar to capsule but secreted extracellularly طلعوا موجود هاي موجود extracellularly إشي زي دبق بيساعد طبعا هاي بكتيريا بأمعاء هاي المايكرو في اللاي بأمعاء مريض طيب cover the surfaces like a mucoid film mucoid film زي مخاط زي المخاط هيك بيكون عامل زي film اللع firm adherence ليش؟ لأنه دبق زي مثلا الهارد فالز السكن الكاثيتر surface of the teeth هذا اللي بهمكم streptococcus mutans in dental caries هاي streptococcus mutans في العائلة ثانية اللي هي mutans و mutans هدول يدك أترى عندهم عندهم glycocalyx بيساعد على تؤدهير لل surface of the teeth هلا كيف نحفظها mutans يعرف لكلمة مم لما واحد يوكل إشي زاكي mutans عندها glycocalyx عليها تمام ممتاز بتروح برضو على الهارد فالز اللي هي صمامات القلب الاورتك فالف الميتر الفالف أكيد مروا عليكم الكاثيترز والسكن بتلزق فيياتهم ماشي يا دكاترا هذا الاشي المهمي أكون عارف بالglycocalyx طلعت تسميه freeze lime لأنه ميوكويد تمام طيب حسا فينا الفلاجلة وال وال هذول شغلات يعني دائما بمروا عليكم مناش الخرب بشور يحكي عنهم كثير بس دائما لما أسمع عنهم بسمع عنهم من ناحية إنه لهم لوكو موتور فونكشن يعني إنهم علاقة بالحركة تمام دائما فلاجلة إلها علاقة بالحركة تمام فلفلاجلة هي لونج في لمنتس ويب لايك لوكو موتور أبندج بس كون زي هك هاي البكتيريا في لها فلاجلة زي الصوت أوكي طالع من الصيتو بل يعني إذا نرسم برسم دقيق طالع من الصيتو بل وبت اخترق الصيتو بل ممبرين أو ممكن تطلع من الصيتو بل ممبرين آد بروترود ذيا إيش رح تلاقي بطريقة رح تلاقي السل انفلوب كامل لحد ما تطلع على السل باكتيريا هاف فور موفمان تور الفود يعني هاي البكتيريا عش يستخدم الفلاجلة تبعتها عشان تتحرك تمام ممكن لا ممكن ناس يستخدموها عشان إيش يسمو الكيمو تاكسز لما حكي لك كلمة كيمو تاكسز يعني رح لحكي عليها في الإميولولوجي تمام هاي ممكن نستخدمها الحركة تور الفود أو للفة النظر إلها تمام تاكيف اتراكتان طيب فلاجلة كونسيست أوف ملي سب يوليت أوف بروتين كود فلاجل أسهل إيش لك تحفظ فلاجلة مكونة من فلاجل 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 are important in identification of بكتيريا ليش لأنه بكتيريا لما تطلع للفلاجل تبعتها اللي بكون مكون من الفلاجل ممكن أنه والله antibodies يفرزهم جهاز المناعة antibodies زي لما أجي أحكي لك واحد ماسك مسدس وبطخ طخ الجهاز المناعة هي antibodies فممكن antibodies يطلعها جهاز المناعة عجاز لفلاجل طيب تخيل أنه أنت شليت حركة الزلم أو شليت حركة العدو تبعك إذا شليت حركته بطل يتحرك فممكن أن أنت تقضي عليه وتموته تمام فإنفكيشن أوف بكتيريا باثوجينيس مثلا مهم جدا بالباثوجينيس زي مثلا الإي كولاي الإي كولاي حكينا بتعمل الالتهاب مسالك مولية أشهر بكتيريا الالتهاب مسالك هي الإي كولاي فبتستخدم الفلاجلة بالباثوجينيس تبعتها وأهم واحد اللي كل من عرفها اللي هو الموتاليتي أوف بكتيريا هلأ الفلاجلة هذا يعني يعرفوه بس هيك سهل تحفظوه الفلاجلة قد تكون طالعة من جهة وحدة بسميها بولر بولر يعني قطبي يعني موجود بقطب واحد بسميها مونو ترايكس مونو يعني واحد ترايكس اللي هو تبروه ثلاث شغلات لفين حوالهم بعض هلأ هذا هذا مش مونو هذا بسموه لأنه جاء جهة وحدة بسموه لوفو ترايكس هذا جاي على الجهتين أم في أم في ترايكس هذا جاي بكل مكان محيط فيها بشكل كامل فبري ترايكس هذا موجود على الجهتين تمام وموجود بشكل كبير فهذا بسميه إيش بسميه أم في أم في يعني موجود على الجهتين على البوث بولز ولأنه أكثر من واحد فبسميه لوفو أم في لوفو ترايكس فموجود على الجهتين وموجود بشكل كثير واضح؟ بس هذول تكونوا عارفينه هذول البلاي والفلاجلة شو هي البلاي هايلي هلأ بدي أحكي عنهم في يعني إيش يسموه؟ بلاي and فمبري أروح أخربش بعينكم الله تعالوا معاي خلينا نخربش شوي بدي أحكي عن بدي أحكي عن البلاي and fembri fembri طيب هلأ لما أحكي عن البلاي والفمبري ايش بيختلفوا عن يعني أول سؤال بخطر عبالنا ايش بيختلفوا عن الفلاجلة هلأ ما بيختلفوا كثير إلا من ناحية المكون تبعتهم تمام طيب ايش في كمان اختلافات الفنكشن شوي كمان بتختلف بس هم بشكل عام كل ياتهم appendages يعني زوائد طالعة من البكتيريا طيب هلأ لما أجي أحكي عن الفمبري الفمبري يا دكاترا بتساعد بتساعد على الارتباط طبعا هي مكونة من يعني مش مكونة من فلاجلة تبعا الفلاجلة لا مكونة من أشياء ثانية فالفمبري بتساعد الفمبري بتساعد على الادهيرنس بين البكتيريا والهوست سل يعني اعتبرني هاي السل وهاي البكتيريا مش بدهم يشبكوا ببعض عشان البكتيريا تعمل الافكت تبعها اللي بيساعد بالشبكة هاي الفمبري تمام تمام هلأ البلاي لا البلاي قال لك بتخلي بكتيريا تشبك ببكتيريا ليش عشان تلقل الجيناتيك باكتيريال تمام فالجيناتيك باكتيريال بين بكتيريا وبكتيريا فالجيناتيك باكتيريال بين بكتيريا وبكتيريا مين بينقلهم اللي بيساعد على هذا الموضوع البلاي تمام وهاي اننا البلاي وهي اننا الفمبري إذن هم إلهم علاقة بأنه تشبك إشي بإشي البلاي تشبك بكتيريا ببكتيريا الفيم برياي تشبك بكتيريا بالسل كيف نضل حافظين هذا؟ البلاي تشبك بكتيريا ببكتيريا فلاحظ إنه هي اللي إنها حرف ال-P فزي كان يحكي لك البلاي تزبط كثير للبكتيريا مع بكتيريا الفيم برياي لا بكتيريا مع سل واضح إذا كنت رأى؟ طيب هلأ البلاي أن فيم برياي هم عبارة عن filamentous appendages made of billion protein subunits وسهل إنه يحفظها بلاي أن فيم برياي بوري يوميروس أند ستريت ذن الفلاجلة لاحظ إنه الفلاجلة هاي هم تقدر تعدهم واحد اثنين تلات أربعة تقدر تعدهم تقدر تعدين للبلاي صعب لاحظ معا إنه الفلاجلة طويلة ومطعوجة لاحظ معا إنه البلاي بتحسوا ملأ مستقيمات بس هذا الإشيء بدك تكون عارفه فهي ممكن تجيك as all of the following about accessories true except فبس كون عارف هاي الشغلات أنت تتخيلهم ما تكون حافظهم تتخيل إنه الفلاجلة إشي طويل وبلعب هو وظيفته الحركة وإنه يتحرك البلاي والفيم برياي بدنا إشي ثابت عشان هدولا يشبك عليهم الشغلات الفيم برياي بشبك بكتيريا مع هوستسل البلاي بشبك بكتيريا مع بكتيريا ثانية attach specifically to other bacteria يعني بلاي مع other bacteria هذا بيسموه conjugation conjugation إنه بكتيريا مع بكتيريا ينقلوا الجينتك ماتيريا لتبعتهم also act اللي هي البلاي act as a receptor site for certain bacteria phages described as being donor specific بكتيريو phages هم نفسهم يا جماعة اسم آخر للفيروس بعض أنواع الفيروس بيسموهم bacteria phages bacteria اللي هو بكتيريا phages مبتلعات مبتلعات البكتيريا تمام فممكن هدولا يشبكوا بالبيلاي برضو تظلك منذكر لي إياها أن الفيروس بتحسي تشبه البكتيريا ففيروس أو بكتيريا نحن نحكي عن بالبيلاي إذا بنحكي عن البكتيريا مع host cells host cells يعني زي خلايا جسم الإنسان مثلا هذا بنحكي عنه fimbriai آخر إشي بالمحاضرة يس تقريبا آخر إشي اللي بلازميد هدول هلات إن شاء الله هلأ آخر إشي هلما نيجي نحكي كلمة spores لما نيجي نحكي كلمة spores spores يا دكاترا بهمني كثير تكونوا عارفين إنه من وين أجت كلمة spores هلأ لما نيجي نحكي بكتيريا تمام موجودة بظروف صعبة شو يعني بظروف صعبة مثلا والله بمكان فياته درجات حرارة عالية فياته درجات حرارة قليلة وهاي البكتيريا بدها تعيش هلأ عشان تعيش بتطلع إشي اسمه spores تركز على كلامي منيح بتطلع إشي اسمه spores فهل spores إذا شفتوا في البكتيريا هذا إشي طبيعي يكون موجود لا إذا شفتوا في البكتيريا بعرف إنها بكتيريا خاملة بكتيريا نائمة بكتيريا بتخبية من خطر موجود حواليها فهذا spores بيساعد البكتيريا للتعامل مع هاي الأخطر متفقين متفقين في سؤال على ها مش بدي أسألكم هي مين كان بتطلع spores أو مين إلو علاقة بالسبores تفقنا ببدأ بالمحاضرة السابقة إنهم سايتو سكيلتل بروتين صح سايتو سكيلتل بروتين ذكرتوا شباك بيع التذاكر بيطلع spores متفقين هلأ بتسبيل السبores إيش بدي أكون عارف عنهم بدي أكون عارف عنهم إنهم عندهم ريزيستنس عندهم ريزيستنس عالي عالي ريزيستنس عالي مقاومة عالية تمام بتقاوم إيش بتقاوم الحرارة بتقاوم النشافة بتقاوم يعني منطقة ناشف كثير بتقاوم البرد أوكي وهاي السبores مش أي بكتيريا بتطلعها يعني يكون عارفين والله في بكتيريات ما بتطلع السبores تمام طيب إيش بدي أكون كمان عارف بدي أكون عارف إنه هاي الصبغات من إيش مكونة مكونة يا دكاترة من إيش اسمه كالسيوم كالسيوم داي كالسيوم داي بي كولينيت هيك كالسيوم داي أو ليهو داي بي كولونيك أسد تمام داي بي كولونيك أسد السبورز مكونة من الكالسيوم داي بي كولونيك أسد هل هتسلون أنا كيف حافظها أنا صراحة هفظها قدما عادت علي بصراحة هل في طريقة تربط سبورز بداي بي كولونيك أسد لا بس ممكن تتخيلها بطريقة معينة إنه الكالسيوم هو إشي صلم تمام فهو ممكن يساعد بالرزيستنس فمس يكون كنت تتكرى كالسيوم داي بي كولونيك تمام أنا حفظها داي بي كولونيك أسد مش كالسيوم أوكي تمام طيب هلأ دير بالك إنه مهم كثير مهم كثير تكون عارف عن السبورز بعض المعلومات الأخرى كمان إنه ممكن هاي السبورز تكون موجودة سنترالي أوكي شو يعني سنترالي يعني موجودة بالسنتر تبع الخلية يعني هاي البكتيريا بنصها موجودة للسبورز ممكن تكون سب تيرميل ممكن تكون تيرميل كل واحدة فيهم إلها كلاسيفيكيجن تمام مش كثير مهم كثير نكون عن فيله بس يعني منطقيا لما خلية يكون السنترال تبعها في ياتو سبورز بيختلف عم نكون بالتيرميل بيختلف يكون عن السب تيرميل وهاكذا تمام طيب هنا في عندي إيش اسمه في عندي إيش اسمه سبوريوليشن سبوريوليشن وفي عندي إيش اسمه الجيربيليشن طيب إيش هدولا وإيش علاقتهم هلأ لما أحكي لك في عندي خلية أو عندي بكتيريا هلأ البكتيريا قد تكون فيجيتيتف أو قد تكون دورمانت فيجيتيتف يعني شغالة تمام أذكر لكلمة فيجيتابلز الخضرة بتحس هيك إيش يشغال وقد تكون دورمانت دورمانت يعني خاملة هلأ فيجيتيتف يعني نشيطة أكتف دورمانت يعني مطلع سبورز مطلع سبورز يعني نايمة قال لك إذا أنت فيجيتيتف وصرت دورمانت يعني طلعت سبورز هاي العملية اسمها سبوريوليشن طيب إذا أنت كنت إذا أنت كنت خلينا أغير اللون إذا أنت كنت دورمانت وصرت فيجيتيتف هذه العملية بسموها جيرمينيشن تمام بس يعني إذا الخلية كانت نشيطة وطلعت سبورز نامت يعني صارت دورمانت هذا بسميه سبوريوليشن إذا كانت الخلية نايمة وصارت نشيطة هذا بسمي جيرمينيشن تمام هذا هو السبورز اللي بدي أكون عارفة عنه خلينا نقرأ بيحكي لك السبورز هم highly resistant highly resistant structures are formed to adverse conditions such as مثلا ما في اندي نيوتريينس أوكي فبطلع سبورز حتى أنه أنا أحمي حالي طبعا هاي صورة مثلا سبورز شايفين كيف سبور كوت حوالين البكتيبية أوكي resistant الحرارة النشافة الكولد بويلينج أكثر من ون أور تل فيابل يعني تخيل بيقولك أنت ممكن والله تسخنها أكثر من ساعة وتضلها زي ما هي عادي ما بتموت زي مثلا 120 دقيقة 20 دقيقة ولكلرين طبعا تبترشين 120 دقيقة ل20 دقيقة عشان تقتل البكتيريا تخيل قديش السبور كتير resistant زي الباسلس ولكلوستردي هلا هدول بنا نكون عارفين أنه هدول بيطلع السبورز أوكي هلا السبورز نذكر لكلمة بس صح تحس المقاوم بيحكي بس بسلس وكلوستردي تمام بسلس وكلوستردي كونتين كاسيوم دايبي كولونيت اللي هو دايبي كولونيك أسد هي معاهم بيكون كيراتيلا بس هالي هي بشكل أساسي ستين باي ديفرانت ستين زين نيلسن ستين باليكايت غريل أوكي لوكيشن امبورتن فقد تكون سنترل قد تكون وحكينا شو يعني هاي هي حكينا بيكون بعدين ايش بتصير بعدين بتصير بتعمل هلا إنه أحول من دورمان سل إلى واضح يا دكاترا خلينا نمر عليهم بشكل سريع هاي 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 سل ممبرين وهذا السل من بره فجأة حطت بظلوف صعبة هاي البكتيريا شو بتصير طلع شو تبليش تسوي كروموسوم is duplicated and separated هاي الخطوات الدكتورة مرت عليهم بالشكل اللي بحكي لكم إياها كيف ممكن تسلعهم في الامتحان هلا بحكي لك طيب الكروموسوم is duplicated and separated بعدين عال أنا بدي ايش اضبط بزيادة طيب Sporangium begins to actively synthesize Spore layer around four spore طلع كيف طلع عنده عمل عنده layers هدول شاكل ما كانت عنده بالليرز بلش يعمل عنده layers مين هو Sporangium بعدين بحكي لك صار في عنده Cortex and outer coat layers are deposited صار في عنده كورتكس طلع كيف صار اشي جد كتير قوي بعدين صار mature عنده Spore هذا موجود داخل الخلية الخلية صارت dormant cell طيب الخليط تمثل dormant شو يصير free spore يعني ترجع vegetative تعمل germination free spore is released with loss of Sporangium تمام ببعد وعن germination spore swells and release vegetative cell يعني هذا spore بيكبر بيكبر وبيترك vegetative بشكل طبيعي هذا هو spore بشكل عام تمام شايف كين spore spore coat ميشي سهل جدا يعني هلا فيه انه بضل البلازميد وال transposons طولت المخاضرة بس يعني بيعيكم الله صراحة الدكتورة بتقرأ قراءة يعني ما بتضيف اشياء جديدة فهذا الشيء لازم انه يتوضح لكم و لازم تعرف كيف تحفظوا لانه لو بس بنا نقرأ و نمشي راح تتغلبوا بصراحة فان شاء الله انه تكون مفيد كتير لكم خلينا نقرأ البلازميد وال transposons حتى انه احنا نلهي بإذن الله تعالى هلا لما نحكي بلازميد لما نحكي بلازميد هلا البلازميد دائما اشي له علاقة بتحسوا هيك اشي له علاقة بلي كروموسومات صح هلا دائما لما كنت احط لك صورة البكتيريا كنت احط لك الكروموسوم هيك بكعبل دائما كان في بيكون شغلات هنا دائرية فالبلازميد دي دكاترا هو اشي اكسترا كروموسومال شو يعني اكسترا كروموسومال اشي موجود خارج الكروموسومات تمام خارج الكروموسومات هو عبارة عن سيركولر واضح معاكم من الرسم اللي انا رسمتها هو عبارة عن دبل ستراند برضو دبل ستراند فاذا هو اكسترا كروموسومال يعني خارج الكروموسومات سيركولر دي اي دبل ستراند تمام حلا هذا البلازميد هايو البلازميد اللي هو اللي هون هذا البلازميد هو دائما اشي سيء تمام ليش اشي سيء هلا هل هل اده علاقة بال كروموسوم لا ما هو اكسترا كروموسوم ف تمام روبلكيات ا部分 في عندي اشي اسمه ترانسب و non ترانسب ترانسب هلا ترانسب ثم يعني بينتقل تشبك بكتيريا ببكتيريا مزبوط وبتنقل تعمل اشي باسمه نقل الجيناتك ماتيريال ترى شو كانت تنقل كانت تنقل البلازميد فاللي بينتقل بنسميه ترانسميسابل اللي ما بينتقل بنسميه ترانسميسابل طيب ليش البلازميد سيء طلع شو بينقل بينقل اشياء جدا سيئة بينقل اشي اسمه الانتيبيوتك ريزيستنس يعني اذا هاي البكتيريا هاي البكتيريا صار عندها ريزيستنس للانتيبيوتك مقاومة للانتيبيوتك يعني لو عطيته مضاد حيوي ما بيقدر يقتل البكتيريا طيب هاي البكتيريا المفروض ان المضاد الحيوي يشتغل عليها طيب ليش بيبطر يشتغل قالك البلازميد هو مكان الانتيبيوتك ريزيستنس فبينقل الريزيستنس للبكتيريا الثانية شايفين ما أسوأ Antibiotic resistance فأنا كثير سيء البلازميد resistance طيب إيشي ثاني بينقل يدكاترا مثلا والله هاي البكتيريا هاي البكتيريا عملت adaptation يعني تكيفت وطلعت virulence factor أشياء هيك مثلا والله عرفت طريقة معينة كيف تتفاد الفاغوصيتوسيز كيف تتفادى اللايسوزيمز فشايفين هذول بسموهم virulence factor فبرضو بطلع virulence factor وبينقلها البكتيريات الثانية تمام فشايفين كيف ما أسوأ وبرضو هو المكان اللي بتربط على مين البلاي لأنه حكينا احنا البلاي مشبك عليها بكتيريا ببكتيريا شايفين ما أسوأ البلازميد فهو عبارة عن extra chromosomal circular DNA double stranded molecule replicate independent dependent of bacteria الكروموسوم لأنه ما له معلاقة ببعض شايفين كيف هذا البلازميد وهذا الكروموسوم فيه transversible فيه لن transversible طلع ما أسوأ بكتيريا ببكتيريا مثل الانتبايتك الانتبايتك الفيرلانز فاكتور البلاي طبعا هي جيلز فور البلاي يعني الاشياء البلاي عشان تشبك البكتيريا ببكتيريا بلازميد are not essential for cellular survival حكينا هو أكسيسوري تمام آخر واحد بدون ما أحكي عنه كثير للترانس بوسون ترانس بوسون بتحس فيك اشي فيه لقل pieces of DNA that moves from one side to another either within or between the DNAs of bacteria بلازميد and bacteriophages بسموهم jumping genes ترانس بوسون مش حكينا بكتيريا بتشبك ببكتيريا عن طريق البلاي فيه لنا مثلا البلازميد بلازميد بينقل جزء منه لبلازميد ثاني بالبكتيريا أو للكروموسوم شايفين هذا الجزء اللي بينتقل هذا بسموه ترانس بوسون فأشفي إشي مختلف في بالي مباشرة اللي هو البلازميد بشكل أساسي البكتيريو فيجز حكينا لما نحكي عن الفيروسات بسموهم jumping genes ومنطقي jumping لكنهم بعملوا jumping هل هنا إن شاء الله بيكون خلصنا المحاضرة صراحة كثير تأبت عليها هذه المحاضرة بتمنى إن شاء الله أنها تكون فادتكم وطلعت وحفظين معظمها بنشوفكم إن شاء الله في المحاضرات القادمة ويعطيكم ألف ألف عافظ